العملة الورقية للجزائل ظهر القامل الصناعي الجزائلي القامس الواحد الذي أطلق من الصين وقال باجوغوان وسويشن المهندسان الصينيان الزاني شارك في تسميم هذا القامل الصناعي إن الأجمار الصناعية قد حلت مشاكل ملاحظة البشرية والتحديد المواقع وتأمر الصين أيضا في التعاون مع المزيد من الدول النامية في مجال الفضاء والأجمار الصناعية حتى تستفيد المزيد من شعوب من التكنولوجيا يمكن القول إن أقمار الصناعية قد غيرت حياة الناس فمن خلال البيانات التي تم جمعها بواسطة أقمار الصناعية يمكننا فهم القضايا البيئية بشكل أفضل ومراقبة التغير مناخ واستهلاك الموارد الطبيعية هذا يساعد على صياغة السياسات حماية البيئة واستراتيجيات إدارة الموارد بفعاليات أكبر لتقوم مع جمعتنا بالتطوير أقمار الصناعية الصينية في حسب بل تساعد أيضا بردان الأخرى في تطوير إطلاق الأقمار الصناعية مثل مصر والجزائر وغيرها نامل أن تفيد تكنولوجيا الأقمار الصناعية المتقدمة عددا أكبر من الشعوب قمارنا الصناعي للمساعدات الخارجية ليس فقط هدية من الأقمار الصناعية ولكن أيضا يعد تدريبا لمجموعة من المواهب الفضائية المحترفة لدول أخرى وهذا نوع من التعاون الشامل على سبيل المثال تم تسليم القمار الصناعي الذي أرسلناه إلى أثيوبيا بنجاح العام الماضي ويمكنهم مراقبة التغيرات في الموارد المختلفة مثل الزراعة والغطاء النباتي في أثيوبيا يمكن لهذا القمر الصناعي التنبؤ بالإنتاج المستقبلي لمختلف المحاصيل وحتى التنبؤ بحدوث الآفات والأمراض ومساعدة الحكومة الأثيوبية والشعب الأثيوبي على الاستجابة بشكل أفضل للأزمات المحتملة لا يقسر التعاون في مجال الفضاء على أثيوبيا فقط في إطار مبادرة الحزام والطريق سنقيم اتصالات مكثفة في مجال الأقمار الصناعية مع الدول الصديقة الأخرى ونصدر تقنياتنا ومنتجاتنا إليها ونعزز مستوى معيشة الناس في جميع أنحاء العالم يعد تدور الصواليخ وإطلاقها جزء مهم من علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية قال جون جانبين من شركات العنجان لتكنولوجيا الفضاء إن دول العربية تحقق أيضا تتاولا سريعا في مجال الفضاء ويأمر في أن تكون هناك المزيد من فلص التعاون بين الصين ودول العربية في المستقبل في يوم إطلاق مصبار الأمل شهدت جميع شركاتنا البث المباشر معا وكنا جميعا متحمسون جدا يمكننا أن نرى تصميم الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي على استكشاف الكون أعتقد أنهم يسيرون على الطريق الصحيح وحكومتهم وشعبهم يدعمون بشدة هذه الأعمال وهذا هو أساس كل شيء في الواقع صدرت الصين العديد من الأقمار الصناعية المتقدمة إلى بعض الدول العربية مثل الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية أعتقد أن هذا النوع من التعاون لن يقتصر في المستقبل على الحكومات الرسمية فمن المحتمل أن الأقمار الصناعية التي تطلقها الدول العربية ستتطلب صواريخ من شركات الطيران المدني الصينية